في صعيد مصر في فلا كبيرة جدا بيدخل العريس وبيبص للعروسة وبيقول نورت بيتك يا عروسة هاسمحيلي بجهة هارفع الطرحة واشوف وشك اللي كيف البدر المنور العريس بقرب من العروسة وبيرفع الطرحة وبيقول واه انتي انتي اللي جابك هنه هو انتي مش مفروض هنعك وهي هنه ايه ده فهد انت ايه اللي جابك هنا مش مفروض دي قطي هو انا متجوزة ربيع اخوك انت ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه ايه دي يا عروسة من الواضح ان فيه سقطة فاهم ولا لخبطة هو فين مرتي يعني كده ربيع اخوي خد عروستي واني خدت عروسته يا واجع مغافل جبطين على راسك يا فهد يا واجع مغافل جبطين مغافلاء مش مغافلاء الله يخرب بيوتكو هي دي حاجة تتلخبط هو انت ايه بدلت شنطتك مع شنطت اخوك انتو فعلا الناس ما عندكوش دم انت يا بيت يا مصروية حط لسانك جواد حنكك احسن اقسم بالله اندمك على اليوم اللي جيتي فيه للدنيا انت ما تعرفيش مين فهد الهواري اقسم بالله اندمك على كل كلمة طلعت من حنكك ما سمعش يحسك لحد لما نشوف اللخبط دي هترسى على ايه هو في قوضة تانية بيدخل العريس ربيع اخو فهد الصغير وهو بيغني وبقول النهار ده فراحية جدعا عاوز كله يبقى تمام ايه يا عروسة هتفضل بعيدك ده جربي يا بابا ده احنا ما صدقنا نتجول ايه يا سالي يا حبيبتي مش خلاص بكا الخصوف ده يروح طب ده انت بنت عمي واخوي فهد بيه متجوز اختك جنة جربي مني العروسة بتمد ايدها وترفع الطرحة وبتقول ايه ده ربيع ايه اللي جابك هنا و ايه اللي جابني هنا مش مفروض انا جنة متجوزة فهد اخوك وانت متجوز سالي يا واجعم طي نبطين ايه اللي جابك هنا وفين عروستي يا نهار مش فايت يا ولاد بجمرتي فقضت اخوي امرة اخوي فقضتي يا فضيحتك يا هواري في وسط الصعايدة ده اللي حصل كده هتوقج فضيحة يتكلموا فيها لسنين لسنين ومن هنا بتبدأ الحكاية ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في فيلا فهد الهواري عين اعين اعيان الصعيد قاعد ربيع اخو الصغير بكلم امه وبقول بقول لكيه يا مماي انا بصراحة كنت بزور عم كامل الهواري في مصر من كام يومك ده وشفت عنده بنته يا مماي كيف البدر المنور اسمها سالي وبصراحة يا مماي انا خدت وديت معاها كده في الحديث وقلت لها اني عايز اتجوزها هي البت دحكت وجالت ومرو يا ابن عمي هواني يعني هلاقي حسن منك بتقول ايه يا ربيع يا واتبطني عايز تتجوز بيت ثانية المصروية عمك كامل الله يسامحه ضرب بكلام ابوك عرض الحائط وراح تجوزها من مصر ورفضت اني هتعيش هنا في الصعيد وخلفت بنته اتصدق يا ربيع يا ولدي انا وابوك الله يرحمه لعمرين شفنا سالي والاختها الصغيرة بيقولوا عليهم حلوين ومتدلعين كيف امهم انما ثانية دي عقربة ومؤثر على عمك كامل عمك كامل طول عمره طيب وبيحترمي وبيعتبرني خيطه الكبيرة لكن نقول ايه قلتلك ثانية المصروية كيف العقربة وزمان بنتها زييحة واني بصراحة ما تلدش علي الجوازة دي عشان خاطر يا مال والله العظيم دي سالي بنت عمك ايه في البدء ومؤدمة ومتربية وهو برضو يعني انت عارفة ان عمك كامل راجل طيب وبيحبنا ويحترمنا طب دي حتى مرته الحد دلوقت تقول بيعوا الارض اللي في الصعيد وعم يقول لا الارض تحت يد فهد وربيع ولاد اخوي وهم سندي في الدنيا بقول لك ايه يما اني بصراحة جديه كلمت فهد اخوي وقلت له وهو جلي وماله بنات عمك كامل لحمنا ودمنا ولا عمره شافهم ولا تحدد معاهم عشان خاطر يا ست امه فهد لينك ده وتعالي معاي ونجرى فتحة سهلي خلاص يا ربيع يا ولدي ما اقدرش اكسر لك كلمة ما انت راجل زيك زي اخوك بقول لك ايه عايزك تبقى حيمشك ده حكي منت يا ولدي دماغك خفيفة هبابا ومش عاجبني عايزك تقف جدام سنية وبنتها كيف الصجر زي فهد اخوك عشان بنت سنية ما تعملش فيه كيف ما امها عملت في عمك كامل وتاخدك مص وتحرمني من نيت لا لا يا امه فهد بتقول يه ده اني راجل وملوه دومي كمان وبعدين سهلي بنت عمي بتموت فيها وعارفة كويس جوي اني راجل وحمش كمان ومستعد اجعتها معاك يا امي في قضة واحدة كمان لا يا ولدي احنا ما بنزلمش بنات الناس بتعمك هتيجي في الفيلا الكبيرة ويبقى ليها جنح خص بيها اقبال يا رب اخوك فهد لما دماغه تليه اها داخل على الاربعين سنة ورفض الجواز والكل الكل في البلد يتمنى انه يناسب فهد الهواري من سمعته الزينة وفلوس وارضيه اللي ملعاش اول من اخر عموما يا ولدي كلم عمك كامل وخد معاه واني جاية معاك ربيع بيكلم فهد اخوه وبقول له بقول لك ايه يا فهد يا اخوي امك الحمد لله وافقت اني هتخطب لسالي بنت عمك كامل انت بقى يا اخوي دلوقت تكلم عمك وتاخد منيه معاك علشان امك تروح وانت كمان يا اخوي لازم تيجي معاك طبعا طبعا يا ربيع يا اخوي هقل في بركة يا اخوي ربنا يتمم بخير انا عموما هكلم عمك كامل دلوقت حالا بس سمحني يا اخوي انا السبوع دي كل قاته عندي شغل وحسابات كتير جوي عشان كده خل امك معاك واني بإذن الله اموافق على كل اللي تتفق عليه واطلب يا اخوي واتمنى الخير كتير واحنا مش بدك اليوم اللي نجوزك فيه تشكر يا فهدي يا اخوي والله عارف والله عارف يا اخوي انك مكان ابوك الله يرحمه عموما انا كل حاجة انت تقول عليها انا موافق عليها عبالك يا اخوي بقول لك ايه مش كنت انت كمان يا اخوي تتجوز دا انت اكبر مني بياما وبصراحة كان نفسي افرح بك انت الاول لا يا ربيع يا اخوي ملكش دعوة بيا انا وانت واحد المهم انك تنجي وتختار براحتك وتفرح لده واني الفرح ما الحوق عليه وبالفعل ربيع ووالدته بياخدوا معاد من الحج كامل الهواري عمهم وفي بيت الحج كامل الهواري في مصر سالي العروسة المنتظرة بتكلم امها وبتقول ايه رأيك بقى يا ماما في الجوازة دي اظن ما هتقوليلي جوازة عرة لا يا حبيبتي انت عارفة ان طول عمرك بتتحيل على بابا علشان يخلي فهد ابن عمي يبيع الارض بتاعتنا وفهد حاطت ايده عليها ومستولي عليها ده حتى بابا بيخاف منه هانا بقى اول ما شفت ربيع اخوز صغير لقيته مدلوء علي هقلت له تمام هتجوزك مفيهاش حاجة وحياتك انت يا امي لا خليه بيع اللي وراه اللي قدامه مش مراس ابويا بس لا مراس ابوهم كمان وفهد اللي طلع فيها وعملننا خط الصعيد ده هخليه قاعد في الصعيد ما يسواش بصلها بيت يا سالي انت فعلا حلوة وجميلة وطلع لامك زكية بس انا عايز اقولك ربيع غلبان قوي وانت نشنت صح ربيع ده زي ابوك تمام تلف فيه وتحطيه تحت باطك انما فهد ده يا بيت انا ما شفتوش منه هو عنده 15 سنة كان عليه نظرة تحرق اللي قدامه الراجل كده ايه زي ابو عشان كده انا بقولك خافي منه ده ممكن حتى يخلص منك انتي وربيع كمان عشان كده بقولك حط ربيع في جيبك على قد ما تقدريه اما بقى الحجة رئيفة حاماتك قادرة ومستقوية في فهد بس ولا يهمك طول عمرها بتغير مني وشايفاني احلى منها بقولك ايه عايزك تتشيكي وتطلعي على سنجة عشرة عايزة ربيع لما يشوفك يتدهون في الارض وقول يا عمي جوز هالي النهاردة قابلي بكرة خلاص يا امو سالي علم وينفذ هم فاكرين ايه عشان ما لنشأخ ولد هيبيعوا يشتروا فينا وحياتك ابدا لازم ناخد حقنا تالت وامتالت ولسه سالي وامها بيتكلموا بتدخل عليهم اختها الصغيرة جنة جنة كانت زي الامر ودخلة بتقول الله 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 ايه عروسة الكلام اللي انا سمعته ده بحقيقي هتتجوزي ربيع الهواري وتعودي في الصعيد وتحليبي الجموسة لا ده كده سالي هانم كرمتها بقت في الارض خالص بس يا بيت اتجوز ايه وصعيد ايه وجموسة ايه وحياتك يا حبيبتي ربيع ده لايجي يعيش هنا في القاهرة ويعمل كل اللي انا اقوله عليه عقبالك يا جنة يا حبيبتي بقولك ايه بيت يا جنة احنا لازم نحط ايدنا في ايدان بعض فهد ابن عمك الله يسامحه ماسك ارض موكي ومش راضي يخليه بحها وامك هتموت يا بيت ونبيع الارض ونشتري شقة احسن من دي ونعيش بقى ونقب على وش الدنيا ايه رأيك بقى هتجوز ربيع واخليه بيع كل الارض اللي في الصعيد ويفتح شركة كبيرة اوي هنا وانا بقى المديرة بتاعتها طبعا يا بنتي ده احنا اولاد زواد بس ما منرضاش نقول علشان الحسد اخصى عليك يا سالي هو انت يعني ما بتحبش ربيع ابن عمك يا بنتي والله العظيم ده ربيع ده غلبان اوي وطيب طب ده انا حبيته من قبل ما شوفه لا 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 يا جانا يا حبيبتي حاكم ربيع غلبان اوي واي واحدة بتقوله كلمتين حلوين ولا طب طبعا ليه بحبها ويطلب يتجوزها يا خبر ابيض يا سالي طب ده انا اسمع ان ابي فعد الهوالي ده الكل بخاف منه ده حتى بابا بخاف منه لا يا اختي ابوكي مش بخاف منه ولا حاجة ابوكي بس بيحترمه وبقول انه شخصية جامدة اوي وقال ايه يا اختي حافظ ارضهم في الصعيد تحت ابوكي نفسه ومنعينه انه يسيب القاهرة وروح يعيش معاهم تحت الجموسة انما امك بقى هي اللي مسيطرة انا يا حبيبتي حبقى مسيطرة زي يومك بالزبط يا جانا يا اختي احنا اشقاوة فينا بس ربنا هدينا هو بالليل بيجي المعهد سالي بتلبس فستان جميل جدا وبتخرج شايلة الشرباط ورابع اول ما بشوفها متدهول على عينه الوحده والحاجة رقيفة بتقول بسم الله ما شاء الله سالي فولة واتجسمة نصين منك يا ست سنية كأني شايفاكي من ثلاثين سنة ام الفن الصبية التانية اللي عندك كان اسميها ايو يا طانت مساء الخير على حضرتك والله حضرتك نوارتينة تسدقي ما شفتش حضرتك من ييجي من ييجي كده من يومة ولد بسم الله ما شاء الله الله اكبر ايه ده يا بيت ده انت جمر واحلى من سالي كمان بقولك ايه يا حاجة رقيفة دي جانة صغيرة اصغر من ساليب سنتين بناتي الاتنين فلقت امري حبيبتي والاتنين يشبهوا لي طبعا زي ما قلتي ما انا برضو من يوم ما تجوزت الحاجة كامل وانزلت الصعيد كان الكل يتمنى يشوفني كنت زي الاميراتي حبيبتي اللي طلعا من التلفزيوت مش زي ستات الصعيد لزيك يا حاجة رقيفة ما تزعليش مني يعني علشان كده الحاجة كامل خف علي ومن غيرته علي جابني وقعدنا في مصر هم الله كدابة والكدب بنط من عيونك يا سنية يا مصروية الحاجة كامل جابك هناه عشان انت مايسة ودلوعة وملكيش في شغل الدار قال ليكي انك تبقي زي الحريم اللي يفتحه دار جيتي وقدت الراجل من اهله ومن ارضه وداره وقيمته جبتيهني من مصر محد يعرفه انما هناك كان صيته يسمى لاخر الحدود والكل يعمله تعظيم سلام يلا اهو القصد عاد المهم يا حاجة كامل احنا جايين النهاردة نخطب الحلوة الست سالي لربيع والدي بقولك ايه هي البنوتة الحلوة دي اللي اسمها جنة مخطوبة يا حاجة كامل لا لا يا حاجة رئيفة مش مخطوبة ولا حاجة جنة لسه مخلصة كلية سناتي وسالي اكبر منيها بسنتين خلاص على خيرت الله اني هاشتري جملة اني هاخد جنة لفهدي به ولدي ايه ايه يا طنت معقولة تخطبيني اللي فهدي به من غير ما يشوفه ولا هو يشوفني فهم بتك يا حاجة كامل فهم بتك ان اللي تتخطب لفهدي به الهواري يبقى يا سعدها وهناها ولا ايه رأيك يا ست سنية طبعا يا حبيبتي ألف مبروك اسكت يا جنة اسمعي كلام رات عمك اللي هتبقى حماتك ولاد عمك يا حبيبتي أولى بك انتي واختك ده انتو زي الامر وهتنوره الصعيد وبصراحة ربنا مفيش احسن من ولاد عمك هو احنا انطول يا ست رئيفة يتجوزها فهدي باشا كبير الصعيد وعين اعينها يلا نقرأ الفتحة طبعا جنة كانت خايفة جدا من اللي بتسمعه عن فهدي الهواري وفهدي كمان ما كانش يعرف أما رابع وسالي كانوا فرحمين وسنية كانت متأكدة انها بكده حطت ايدها على الصعيد اللي فيه والأرض كلها أما الحاجة رئيفة كانت بتخطط لحاجة الله أعلم بيها وبترجع الحاجة رئيفة الصعيد وبتعرف فهدي باللي حصل فهدي بقول مش معقول يماي بقول لك ايه يا فهدي يا ولدي دي الوجهة اللي هقوله لك اتنفذ بالحرف الواحد ومن جلك يا ولدي انك هتتجوز جنة اللي اصغر منك بعشرين سنة جنة دي يا ولدي زي الملاك البريد بيتك دي تدخل الجلبة وطيبة بتحب الصعيد وناسه لله في لله بيت دمها هواري صرف انما سالي الكبيرة تجريبا أصغر منيك بيجي خمس ست سنين والبت سالي دي كيف ما هقول لك كده سالي زي ما يقوله اكفي الجدر على فمها تطلع البيت لامها سالي فوله وتجسمت نصين من سنية اللي زمان خدت عمك منه استهله وناسه انما دلوقت يا ولدي عمك ما عشم فيك ومبسوط جوي بالجوازة دي وسنية فاكرة انها هتجوز سالي الربيع عشر ربيع طيب وتعمل فيه كيف ما هي عملت في عمك كامل لكن ورحمة ابوك يا ولدي ما هيحصل ولا يكون الخير بتاع عمك ما حد يستهله غيرك والخير بتاعك ما حد يستهله غير عمك عمك راجل طيب يا ولدي واني هقعد معاه وافهمه اللي هفهمه لك دلوقيت خلاص يا ولدي اقعد كده واسمعني وبعد ما تخلص كلامك هنادي ربيع واجل له عن العيزها ونرجع تاني لسالي وجانا سالي كانت فرحونة جدا وبتكلم ربيع في التليفون وبتحاول تقنعه انه يفكر بجدية في حلاوة مصر والعيشة في مصر مش الفلاحين والصعيد واللي من وجهة نظرها انهم مش عايشين اصلا لكن جانا هقعدة زعلانا وبتقول بقولك ايه يا سالي هو انت صحيح فرحونة بالجوازة دي لعلمك بقى انا كنت بحب الصعيد قوي وبحب كل اهل بابا كده من غير ما شوفه انما مش عارفة قلبي مقبود قوي وخايفة معقول انا اتجاوز ابي فهد اللي كل الناس بتخاف منه ده حتى اسمه يخوف لوحده هو لما بتجي سرته هو امك بتبدايق وابوك كمان بيخاف قوي وبينفس كلامه بالحرف هنعمل ايه بقولك ايه يا جانا انت شكلك عبيطي يا بيت يا بيت تجمدي كده بقولك ايه اللي هقوله لك تنفذي بالحرف الواحد فهدي ده اول ما يشوفك لازم يتجنن عليك زي مخورة بيع اتجنن علي كده يا بيت لازم انا وانت نحط ادنا في ادنا بقى ونخليهم هما الاثنين يسلموا لنا ويبصموا بالعشرة ويبيعوا كل الاراضي والبيوت بتاعتهم ويجوا هنا ونعمل امبراطورية الهواري هنا في القاهرة وانت نبقى المتحكمين فيها هو هنا بتدخل عليهم امهم هو بتقول على فكرة يا بنات انا سمعكو كويس اوي سمع حواركو هانت يا سالي مش خايفة عليكي لان ربيع ده غلبان اوي زي ما تقولي كده لله في لله وتقدر تشكلي زي ما انت عايزة لانه مجرد علينا طريقة انما انت بقى يا جانا انا متأكدة ان فهد هيشكلك زي ما هو عايز يا خوفي يا بنات احسن سالي تجيب ربيع القاهرة هو فهد ياخد جانا ولبسها عبياسودة وقارطة وخليها تحلب الجموسة بصراحة قلبي مش متطمن وابوكو فرحان ومبسوط ها؟ شوفوا شوفوا ابوكو داخل مبسوط ازاي؟ ايه يا سانية؟ طبعا مبسوط بناتي الاتنين اللي طلعت بيهم من الدنيا هيتجوزوا ويتجوزوا مين؟ ولاد اخوي فهدي باشا كبير الهوارية في الصعيد وربيع به اخوه الصغير هيتجوزوا بناتي والخير كله هيختلط ببعضه هو دي اللي انا كنت باحلم به والحمد لله انه حصل من غير تخطيط ولا ترتيب من البشر ده كله ترتيب ربنا بجلكو ايه يا بنات؟ الحجة رئيفة مكلماني وعايزة تجابلني الوحدي طلبتني اروح ليها الصعيد بكرة من الصبح هنتفق على كل حاجة وطبعا عايزة جلكو ان الحجة رئيفة مش بتفاصل لا ده الخير عنديهم بيتشال وتعبب زكايم اطلبوا وتمنوا وبإذن الله ربنا يتممها على خير انت بتقول ايه يا كامل انت عايز تروح يا راجل تتفق في بناتك في بيتهم ما تيجي هي ورجلها على رقبتها هنا وقال لجيه انا معاك انا خايفة يا كامل رئيفة تتفق معاك على حاجة ما تعجبنيش بقول لك ايه يا سانية الحجة رئيفة مرة اخويا الكبير واني طول عمري بحبها واحترمها واجول اني ها اخت الكبيرة عشانك ده اني بسمع كلامها وبقطنها به ومستحيل تظلمني ولا تظلم بناتي يا سانية طول عمرك مفهما بناتك اني فهد واخد حجهم لا والله يا بنات يا جانا ما تخفيش ده واد عمك عارف ربنا وما بفوتش فرض هو بيديني حجي تالت وامتلت وزيادة كمان بس امك بقى عايزة تشيل الارض من جزرها واتبيحها خالص وده عندنا في الصعيد فضيحة كبيرة يلا يا بنات افرحوا باذن الله كلاتها سبوعين وتكونوا في فيلا الهواري في الصعيد هو بالفعل بسافر الحج كامل للحجة رئيفة وبيتفقوا معاها على اتفاق هو وفهد وربيع الله اعلم لاتفاقه وبنرجع تاني البنات اللي بجهزوا لفرحهم فرحنين ومبسوطين وخايفين في نفس الوقت بتمر الايام ويخلص الاسبوعين ويحصل فرح له العجب ليلة من الف ليلة وليلة اتزينت الصعيد من اولها لاخرها علشان فرح فهد باشا وربيع به ولاد الهواري الكبير وخلاص ثانية سلمت العرائس لعرسانهم ورجعت هي والحجة كامل على مصر على طول وفي ليلة الدخلة حصل اللي ما كانش متوقع ونرجع تاني لأول مشهد سالي بتصرخ وتقول فهد انت عملت ايه ازاي يعني انا هنا كده بالغلط ولا انا مراتك ولا ايه بالضبط انا مش فاهمة اللي انت بتقوله بقولك ايه يا بيت عمي انا غيرت الخطة انا بصراحة طلبت يدك من عمي وعمي كامل وافج واخوي ربيع طلب يد جانا اختك وابوكي وافج برضو واحنا بصراحة كتبنا الكتاب علي كده اصل احنا ما عندناش بنات ناخد رأيها في الجواز هي انت بتقول ايه انت مجنون ولا ايه هي يعني ربيع اخوك كان عارف انه مش متجوزني ومتجوز جانا اختي ايوه طبعا احنا رجالة ومستحيل اندخل واحد على غمار انما انت بجي بالتعمي بجيتي مرتي على سنة الله ورسوله وابوكي موافج هاي عروسة هندخل دلواجهات ولا نقجلها شوية هاي انت مجنون ولا ايه دخل فيك اطرف ارملك انت مجنون اكيد اقسم بالله ابلغ البوليس ووديك في دهية انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه طبعا منت جاهل وامي ومش فاهم حاجة هو فيه واحدة بتتجوز كده بالغصب انا كنت مخطوبة ربيع اخوك ودلوقتي حالا لازم ربيع ييجي وشوف لي حل في كده او حتى انا في الموبايلي انا لازم اكلم بوبا دلوقتي حالا شش اخرسي ما اسمعش صوتك مرض فهد الهواري ما تشيلش محمول والكلام ده عندنا في الصعيد المرض جل جوزها نعم وحاضر يا سيدي قلتلك هندخل دلواجهات ولا لسه شوية السالي زقت فهد وقفلت باب القوضة وهو بيضحك وبقول والله كان عندك حاجة يا ماي البيت فرث جانح وربيع أخوي كان هيروح فيها في داهية فهد نزل عند أمه بخبط عليها وبقول مساء الخير يا حاجة رئيفة خلاص عملت اللي انت عايزاه العروسة طردتني طردت فهد الهواري يا مال واني نفست كلامك خادتها على الهادي وسبت لها القوضة وطلعت فقل لك ايه مش تطمني على ربيع ومرته ولا تكونش هي كمان زجته طردته لا يا ولدي اني كانت نظرتي صح مليون في المية البتي جانا غلبانة وطيبة وكانت خايفة ومرعوبة من مجرد اسمك او تتجوزك او ربيع اخوك زي ما بقولك ده راجل طيب لكن للأسف ما ينفعش في الزمن ده ربيع اخوك عايز يتجوز وخلاص واي حرمة بتملعينه للأسف كانت سالي هتلاعبه على الشناكل وتلعبه السبع وراجات زي ما بقوله انما جانا غلبانة ودمها كله هواري صرف عشان كده زمنها مبسوطة مع جوزها ولا الموضوع يفرج لهم يا ولدي ضربك بركب الحلة على غطاها خلاصي حجة رئيفة اللي انت شوفيه عموما عمي كلمني وجل لي ان مرت عمي عرفة الحقيقة وشايط نار وعمي حكم عليها وحلف عليها بالطلاق لو رجليها خطت الصعيد تبقى طالب بركة يا ولدي بركة لعمك كامل اخيرا اتنحرض وطلع كلمة حج طول عمرها سنية المصروية ممشية كلامها على عمك اخيرا اخيرا يا ولدي رجع الحج لاصحابه بقول لك ايه سالي زي ما انت قلت زي الفرسة الجهنح عايزاك بجي يا ولدي تروضها بطريقتك هو تاني يوم يوم الصباحية علية الزغريت في فيلا الحجة رئيفة وفهد الهواري والستات الشغاليين رايحين جايين بالفطير والقشطة والعسل هو سالي بتقول ابتدنا الصداء ايه يا اخينا انت مش تقول للبهاي من اللي تحت دولي وطصوتهم فيه بنا قدمين نايمين وبعدين انت ازاي دخلت القوضة اصلا وانا ما حسيتش بيك انت بتعمل ايه يا اخينا انت عمال تاكل وتطفح كده وتلغ ولا كأنه واحدة بتكلمك صباح النور يا عروسة منور بيتك يا حبيبتي بقول لك ايه جو متحممي ولبسي فستاني مشخلعك ده وحطي حبت ابيض واحمر عشان تفرح بروحك اليومين دوت وبعدك ده لا فيها بيض والاحمر واعمل حسابك لا فيه بانطلون ولا محزج ولا ملزج ملت فهد الهواري لازمة تبقى الحجة رئيفة الصغيرة اخسن بالله العظيم انك مجنون هو انت فاهم اصلا ان انا هفضل معك اكتر من كده انا دلوقتي حالا هتصل على ماما وماما تبلغ الموليس وتقلب الدنيا ماما حبيبة ماما امك يا حلوة هتتطلج لو فتحت بجها بقول لك ايه مات ياله يا عروسة خلينا نتطمن على ربيع وست جنة اختك مبسوطين ولا ضربة بوز وعيارها فانت زيكك ده سالي نزلت على سلم الفيلا واللي شافته صدمها شافت جنة اختها لابسة جلبية واسعة من بتوع الصعيدة ولابسة دهب كتير قوي هو قاعدة بتأكد ربيع في بققه وحمتها قاعدة جنبها ايه متخلفة اللي انت بتعملي ده ايه الهدوم اللي انت لابسها دي حيوانة انت وكمان بتطفحيه في بققه انت هابلة يا بيت احنا اتنصب علينا هو احنا اتعملنا ايه اتعملنا كأننا شونة صفر كل واحد خد الشنطة اللي عجباه وانت سكتة وبتطفحي في ايه يا سالي اقسم بالله العظيم هو ده عدل ربنا انا اساسا كنت بترعب كل ما فتكر انها هتجوز ابي فقط وانت يا حبيبتي الف مبروك وبعدل علمك بقه ربيع جوز كيوت موت وبحبني قوي 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 ما تتصوريش قال لكلام حب عمري ما سمعته في حياتي حاسك كده اني بتجوزها علوانة ابو البكري بسم الله ما شاء الله انت يا بيت يا متخلفة حابك انت ربيع ده ده كان متدهول على عينه بحبني انا وكان خطبني انا لا مش بقولك يا بيت كلهم نصبوا علينا وللأسف ابوك اشترك معهم في النصباية دي والمصيبة انه خد مني التليفون وقال ايه ابوك حل في علمك بالطلق ما تكلمني ولا تيجي هنا هنعمل ايه ست جانا نعمل ايه ايه حبيبتي انا مبسوطة قوي انا تجوزت ابن عمي واوكيه عايشة ومبسوطة وباكل انا مش عايزة اكتر من كده لو انت عندك اعتراض اوكيه اعترد ابن نفسك يلا يا ربيعي حبيبي بقى نطلق نريح في قضيتنا شوية يلا يا جمر يا ست البنات انزحك دي من وشي يا سالي يا مرتاخوي بقولك ايه لمؤاخزة بجي غط روحك كده حاكم احنا عندين الحريم تتغطى من ساسها الرأسها والمسخرة اللي انت بتلبسيها دي ملهاش عازة شفتي جانا مرتي لابسة ايه بسم الله ما شاء الله عليها والله معارف كانت عينيها متغمية عنك ازاي يا جمرمتي ربيع شال جانا وطلع بيها فوق والحاجة رئيفة قعدة وحطة رجلي على رجلي وبتقول صباحية مباركة يا بتي سنية ايه يا بتي نازلة بزعبيبك اجدهليه مش المفروض تيجده لصباح الخير يا حماتي واكبوسي يدي وراسي ان الدتك راجل ملوه دومه البلد كلاتها تتمنى انها تتجوزوه ايه يا بتي مالك طايحة فينا زي الطلقة اللي معارفاش هترسع لمية اهدك ده وصلي على النبي بقولك ايه انا موصية عليكي فهد ولدي وجايلالو عاملها بالراحة حكي باني عارفة تربية مصر ما تنفعش هنه وبتبقى اي كلام وبنات مصر بتبقى خيخة عارفة يا بتي سنية لو خدت جلم واحد بس على وشك من ايد فهد هينسيكي اسمك وخلي ودانك تطبل مزمار حصاب الله انتي بتقولي ايه يا طنط انتي بتهدديني ولا ايه لعلمك بقى فهدبنك ده ولا يفرق معايا بحاجة اقسم بالله العظيم لوديه في ستين دهية ها طب يا حلوة اتكلمي على جدك بقولك ايه يلا نجري اطلع يفوق شوفي جوزك هيفطر تاني ولا يشرب شاي ولا تعملي له جاهوته حاكم احنا هنه بيت عزب بنفطر مرتين تلاتة في اليوم مش زيقه يا مصروية تحطوا الجرش على الجرش وعملين اللي فيها متحضرين ومتقدمين شوفي يا بيت العزب العزي ده كلاته كنت هتتربي فيه انتي واختك لكن امك حبت الفجر حبت الشجج الايجار واخدت ابوكي من وسط ناسه وارضه وعزه وماله وجاهه وراح تجعدت به في مصد وانتي عايزة تعملي زيها بالتسانية لكنك وجعت في مين وجعتي مع الحجة رئيفة اللي محد يقدر ينزل كلمتها ابدا بتمري الايام على فيلا الهوالي جانا وربيع اسعد عرسين اما فهد به فمتجاهل سالي خالص ده حتى بقى بنام في قوضة وهي في قوضة وطول النهار يشوف شغله اوراقه حساباته وارضه وهي قعدة ولا حد معبرها وربيع اخت جانا كمان وسافره شرم الشيخ وطبعا سالي قعدة بتهري وتنكت في نفسها وفي يوم سالي كانت نزلة على السلم بالليل متأخر ولقيت فهد بيكلم في واحد تحت في مكتبه وبقوله اللي حصل دي حصل ميتا وازاي يحصلك دي واني كبير البلد كنت فان ورجالتك فان اقسم بالله لاجيب اللي عمل العملة السهده دي وكتفه وحطه قدامي لحد لما يبله صاحب بقولك ايه وخليه يجيني مع صلاة الفجر انا مستنيه حاضر يا بيه تحت امرك يا بيه ربنا يخليك لينا ولا يحرمناش منك ابدا يا فهد بيه سالي اتصنطت وسمحت الكلام وطبعا مستنية تعرف اي حاجة يمكن تقدر تمسك اي مصيبة على فهد وحست انه بيخطط لحاجة وفي حاجة مهمة اوه هتحصل سالي طلعت تاني القوضة وبعد صلاة الفجر نزلت تتسحب تاني علشان تعرف فهد بيعمل ايه ودخل راجل غالبان في وسط الحرس اسمه درديري هو قعد وقال ايه الحجن يا بيه ايه الحجن يا ودي الاكابر كل البهايم اللي عندي في الزريبة تسرجت والمحصول بتاع الرز كمان اللي كنت شايله لجهاز بيتي ايه تسرج يا بيه الحرمية يا بيه ما خلوش ورايا ولا قدامي حاجة داني بنتي يا بيه فرحل اسبوع اللي جاي والعريس هيفضحنا وسوق سمعت بيتي حضرتك عارف ان البت دي تالت خطوبة ليحة وما حد كان راضي يتجوزها وكبرت في السن دلوقيت يا بيه لا في حتة بهيمة بيحة وجهز بيتي ولا حتى حاجة من محصول الارض خلاص يا بيه خلاص يا بيه الفجر علم علينا وبت تفضحت ومستقبلها ضاع ايه دا يا حج درديري ما فيش حاجة تتسرج من راجل في بلد فهد الهواري اللي سرجك اقسم بالله قبل غروب الشمس هيكونوا عنديك وحتة البهايم حتة حتة هترجع لمكانها وما فيش حبة من مخزنك هتروح عليك طبعا انت عارف فهد الهواري مستحيل يقول كلمة ويرجع فيها ولعلمك فرح بيتك زي ما هو السبوع الجهي اعمل في حسابك النهار دا بإذن الله بعد المغرب هروح نودة هننزل المدينة وكل شيء محتجاه العروسة هيجي جهاز بيتك حج درديري هدية مني هي بردك زي اختي وانت عارف اني مليش اخوات بنات فرحها هيتم في المعاد اكل الناس والفرح والجهاز هدية مني لا منك ولا من العريس ربنا يعمل بيتك يا بيه بس يا بيه حضرتك ده هتتكلف جامد جوي وإحنا مش نرضى لجنابك الخسارة ولا خسارة ولا حاجة يا حج درديري قلت لك بيتك زي اختي تمام واللي سرجوك هيجولك قبل ما يعد السبوع بإذن الله بس الليلة نجهز بيتك ونجهز للفرح ولا كأن في حاجة حصلت مديدك تعالى خد الجرشنات دي خليهم معاك ويفرح يا راجل وارفع راسك ما فيش حد أبدا يقدر يكسرك طول ما نعايش على وش الدنيا سالي سمعت الكلام بس تقدقيه فهد راجل قوي وبيعمل خير لكن معقولة ممكن كمان يرجع المسروقات وبالفهد عادة كم يوم والبلد كلها زغرتت وهيصت وهللت علشان فهد الهواري رجع كل الحاجات المسروقة من بيت الحج درديري وكمان جاب كل جهاز بنته وعملوا للبنت أحسن فرح سالي بدأت نظرتها عن فهد تتغير دخلت عليه وقالت انت مين بالضبط وبتعمل كده ليه انت طيب ولا شرير صالح ولا مرحب يا ست سالي تعالوا قاعدين ايه انت وقد عني الفكرة الوحشة دي لحد دلوجيت يا شيخة حرام عليك داني حتى جوزك على سنة الله ورسوله ومن ساعة ما ترطيني من القوضة وأنا بدخل أتطمن عليك واخرج تاني وحتى ما فكرتش همد يدي عليك مهدلة هيجننني يا فهد بيه انت راجل طيب قوي وبتجهز عرايس وعمل نفسك الحكومة وبترجع المسروقات انت ايه أخي أمال وك الحق أبويا ليه بقلك سنين ومش راضي تديله أرضه ومين جلك انت مش متعلمة وبتجري في الكرآن كويس وتعرفي انه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة صدق الله العظيم هأمك الله يسهلها هي اللي زرعت في دماغك انت واختك من صهرك ان احنا ناس وحشين وجسيين واكلين حج أبوك لعلمك أبوك ميت في جماعايا من سنين لسنين انه يكلمني في التلفون جدام أمك ويطلب انه يبيع الأرض واني أرفض علشان أبوك عارف جيمة الأرض اسمع يا سالي انتو المصروية ليكو عادات وتجليد زي مثلا انك تلبسي على العريان ولا تتكلمي بندراوي وانجليزي وتقول انك كده بنت ناس ومتعلمة أما احنا عاداتنا وتجليدنا ان اللي ملوش بيت ولا أرض يبقى ما عندوش شرف ولا عندو نخوة ولا عندو كرامة عشانك دي بالتعامي أبوك عارف جيمة الأرض ومخليها ليك انت واختك إنما لو كان سمع كلام أمك من سنين واسنين كان زمن أمك ضيعتها على الفاشخرة ووكل الفول والطعمية بتاعكو يا مصروية شوفي الخير بتاعك من أول البلد لاخرها واسأل أبوك وقلينه إن كنتاني كلت عليه مليم أحمر لعلمك يا بالتعامي أبوك مخليني عامل شهادات استثمار باسمك انت واختك ومتعانين عندي في الخزمة هورهم لك حالا أبوك بس كان بجاري أمك وخايف على زعلها عشان بحبها حاكم العشق بزل صاحبه صح ولا إيه يا بالتعامي أبوك جزمته في جراسي وأنا بحبه واحترمه ولا أقدر أكسر له كلمة هو لو أبوك يجلي بيع الأرض كلاتها يا فهد مش هكسر كلامه لكن أبوك هو اللي علمني أحافظ عليها علمني اللي اللي يطلع من داره بيتجلمك داره وأبوك راح مصد وساب الهيبة والعز والفخر هنا في الصعيد بقول لك إيه ما تيجي ننسى لفهد ونبدأ من أول وجديد وأنا دلوقت بطلب يدك للجوال مرت الأيام وسالي بالفعل بقت مراد فهد على سنة الله ورسوله وبرضاها كمان أما الست سنية لسه محبوسة في القاهرة وخلاص لما الحاج كامل اتطمن على بناته واتطمن إن الخطة نجحت بنسبة مليون في المية خدها وراحه الصعيد رجع ثاني يعيش في بيته في وسط أرضه وإخواته وولاد إخواته والحاجة رئيفة بتقول يا مرحب يا مرحب بستة سنية سيلفتي بقول لك إيه أنا منهني ورايح مش هقول لك يا سنية يا مصروية لا داني هقول سنية الهواري مرت الحج كامل الهواري كبير البلد بقول لك إيه ماني جاي بالك خبر حلو كنت هنسى جنة وسالي حامل ربنا يتمم لهم على خير والحمد لله كان تجسيمة ربنا ورسمه للبشر في خططهم وطارجهم أحسن من نينة كتير بتزعالي مني يا سنية يا سيلفتي ولا تقولي علي يا جادرة ومستجوية حاكم أنا عرفاكي طل عمرك ظلماني لا مش ظلمكي ولا حاجة حاجة رئيفة هو برضو في حد يعمل اللي انت عملتيه طب ده انت بدلت العرايس للعرسان في ليلة الدخلة بس بني وبينك التقسيمة طلعت صح حاكم البت سالي بنتي دي ما كانش اكسر دماغها غير فهد وجنة وربيه كأنهم مولودين لبعض يلا ربنا يسعدكو يا بناتي وربنا يجعل ايامكو احسن من ايامنا كتير والحد هنا خلصت قصتنا يا رب تكون عجبتكو ومستنية تعليقاتكم الجميلة في التعليقات وبإذن الله نتقابل في قصة جديدة واسبكم في حفظ الله